اشتركوا في القناة الطاقة عبر كل من الفراغ والمادة وهي موجودة في كل مكان حولنا فعندما تقوم بتشغيل الراديو أو تنظر من خلال مايكروسكوب أو تلتقط صورة لأحد أعضاء جسمك باستخدام الأشعة السينية فإنك تستخدم أشكالا مختلفة من الأشعة الكهرومغناطسية الإشعاع الكهرومغناطسي لا تستطيع أمواج الصوت التي تعد شكلا من أشكال الأمواج الميكانيكية الانتقال عبر الفراغ فكيف نسمع صوت رواد الفضاء عندما يكونون في الفضاء عندما يتكلم رواد الفضاء في ميكروفون فإن أمواج الصوت تتحول إلى أمواج كهرومغناطسية تسمى أمواج الراديو تنتقل هذه الأمواج عبر فراغ الفضاء حتى تصل إلى الغلاف الجوي الأرضي وعند ذلك يتم تحويل هذه الأمواج ثانية إلى أمواج صوتية بوساطة بعض المعدات الإلكترونية ومكبرات الصوت تمثل أمواج الراديو والضوء المرئي نوعين من الأشعة الكهرومغناطسية وتشمل الأنواع الأخرى أشعة جاما والأشعة السينية والأشعة فوق البنسجية وتحت الحمراء والأمواج القصيرة هذه الأنواع مرتبة بحسب طولها الموجي ويسمى هذا الترتيب للأشعة الكهرومغناطسية بالطيف الكهرومغناطسي تختلف أنواع الأشعة الكهرومغناطسية باختلاف ترددها ويعرف التردد بأنه عدد قمم الموجات التي تعبر نقطة معينة خلال وحدة الزمن وكلما قل الطول الموجي زاد التردد